ففي الحقيقة تحد الكرة لو بيفكر أو كان فكر كمان من فترة سابقة كان لقى الحل بسهولة جداً قدامه وكان حاول أن هو يضغط مبارياته أو بعض مبارياته مؤجلة للفرق المختلفة زي ما حصل مع النادي الأهل النادي الأهل في شهر 2 لعب كل 72 ساعة ماتش يعني تقريباً حوالي 8 ماتشات في شهر 1 وده شيء غريب جداً لكن النادي الأهل مرعاطاً للزروف ومرعاطاً لكلمة موسم استثنائي التي تطبق فقط على النادي الأهل مش بقول كده عشان إحنا بقناة الأهل لكن انت فكر فيها برضو شوف مين اللي تعرض أو مين أكتر واحد تضرر من كلمة موسم استثنائي حتلاقي النادي الأهل بس لكن فيه فرق أخرى لو اتحاد الكرة كان طبق نفس المبدأ على الفرق دي زي ما حصل مع النادي الأهل كان زي ما تبقى بتخلص في الطوط الدوري وبيت دوليين كمان قبل معسكر المنتخب لكن انت دلوقتي حطيت كل الفرق المتبقي لها مباريات تحت أو أمام خيار واحد خيار انك تخلص البطولة بعد بطولة الانفريقية وده البعض اللي علاقاتهم كويسة جداً باتحاد الكرة واللي ليهم صوت قوي شوية في اتحاد الكرة بيرجحوا المبدأ ده عشان الناس معينة متضعلش والخيار اللي المفروض يفكر فيه الاتحاد الكرة واللي زي ما شفنا تونس والمغرب وعادي أي حد بيعملوا يعني انك تلعب بطولة الدوري وتخلصها وتخلص من موسم من غير دوليين وخصوصاً انت أهلي والزمالك عندك أربعة هنا أربعة من الأهلي دوليين وأربعة من الزمالك دوليين في منتخب مصر رغم كده كمان هتقول لي ما هو في تونس قال لك اللاعبين الدوليين هيخرجوا من معسكر ويلعبوا مع عنديتهم ويرجعوا المعسكر المتخبها تاني ده اقتراح برضو بس على حسب اسمعناه ان أجيري رفض هذا الاقتراح اشتركوا في القناة